هل تعلم ما هي الأشياء التي نزلت مع آدم من الجنة؟ ماذا قيل في هذه الأشياء من السنة النبوية والسلف الصالح؟ هل هناك دليل على ذلك من القرآن الكريم؟ تابعوا معنا هذه الحلقة المثيرة راجينا من الله عز وجل أن تحوذ هذه الحلقة على إعجابكم فضلا اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات حتى تصلك كل الفيديوهات قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا رواه البخاري وهناك الكثير من الأشياء التي يجهلها المسلمون أو لا يملكون عنها معلومات كاملة من ضمن هذه الأشياء ما سوف نعرضه عليكم اليوم وهو متعلق بخمسة أشياء متواجدة على الأرض وأصولها تعود إلى الجنة حيث أنزل الله بعضها من الجنة والآخر منبعه من الجنة فهناك خمسة أشياء موجودة على الأرض أصلها من الجنة وهذا بنص الحديث عن نبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأول هذه مقام سيدنا إبراهيم وهذا المقام هو الحجر الذي أقام عليه نبي الله إبراهيم عليه السلام وكان نبي الله إسماعيل يساعده في نقل هذا الحجر فكان يشق عليه البناء فكان يأخذ الحجر ويقف عليه ويبني وكان نبي الله إسماعيل يناوله الحجارة ومن فضائل هذا المقام أن الله أمر الحجاج أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وورد في حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة وما روي عن عكريمة عن ابن عباس قال ثلاثة أشياء نزلت مع آدم عليه السلام الحجر الأسود وكان شد بياضا من الثلج وعصى موسى وكانت من آس الجنة طولها عشرة أذرع مع طول موسى والحديد أنزل معه ثلاثة أشياء السندان والكلبتان والمطرقة ذكره الماوردي ولكن ثبت في حديث ترمذية نزول الحجر من السماء فقد روى الترمذي في جامعه والأزرقية في أخبار مكة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بنو آدم والحديث صححه الترمذي والألبانية وقد روى عن عبد الله بن عمر أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو مسند ظهره إلى الكعبة الركن والمقهم يا قوتتان من يواقيت الجنة لولا أن الله طمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب أخرجه أحمد وابن حبان ومما نزل من الجنة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام وحواء والبراقة كما نزل أيضا إبليس لعنه الله وقد قيل إن التمر أو العجوة التي لا تتواجد إلا في المدينة المنورة كرامة من كرامات هذا البلد الطيب ويعتبر التمر من أفضل الأطعمة على الإطلاق التي لها فوائد كثيرة لا حصر لها فقد قال الحبيب من تصبح بسبع تمرات لن يصيبه حسد ولا سحر فقد قال الحبيب إن التمر من الجنة وقد أكد على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه أفضل الصلوات والتسليم يأكل منه صباحا ووصان بذلك لما له من فائدة كبيرة وفي مصر وأصله من الجنة هو نهر النيل فقد قال الحبيب رفعت لسدرة المنتهى فإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فأما الظاهران فهم النيل والفرات والباطنان فهم نهرين في الجنة وقد جاء في كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبية في تفسير الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أنه الحجر الذي تعرفه الناس اليوم الذي يصلون عنده ركعتين بعد الطواف وفي البخاري أنه الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم عليه السلام حين ضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل عليه السلام ينوله إياها في بناء الكعبة وغرقت قدمه فيه قال أنس رأيت في المقام أثر أصابعه وعاقبه وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم حكاه القشيرية والكبش الذي فذي به إسماعيل من الجنة أيضا وهو مثبت بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وهناك من قال بأن الحديد منزل من الجنة وقد اختلف أهل العلم في المراد بإنزال الحديد في الآية الكريمة من سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز والتفسير أن الله أنزل مع آدم السندان والكلبتين والمطرقة هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبكونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك أحسن وقوفنا يا رب بين يديك لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لي ديني الذي هو عسمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إني أسألك الهدى والطقاء والعفاف والغنى اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا من ليس له رب يدعى ويا من ليس فوقه خالق يخشى ويا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا تكرمه وعلى كثرة الحوائج إلا تفضله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم كما آمن به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة برحمتك يا أرحم الراحمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ولا تخيب رجاءنا يا أكرم الأكرمين وتقبل دعاءنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا كما نسألك الدرجة العلا من الجنة يا رب آمين 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 وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عزيزي المشاهد أترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك وأخبرنا برأيك في التعليقات ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكن بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا